السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا مشروع طبعا مشروع جديد. آآ المشروع يكون فيه استثمار عن عاملة عن عاملة في نفس الوقت بينفع ان انت تستثمر او ينفع ان انت تشارك رابط لحالة الخاص بيك علشان تقدر تستثمر. في البداية هنعمل اكاونت بعد كده هنشوف ازاي ان انت تعمل او تعمل في نفس الوقت برضو يعتبر حاجة زي او زي التعدين السحابي. هنشوف كل حاجة مع بعضينا. في الاول هنعمل آآ بحيث ان انت تبقى قادر آآ او على الاستثمار طبعا زي ما انتم شايفين هنا بيحتاج منك آآ رقم التليفون او الرقم التعريف بتاعك. ولكن هنشتغل مسلا مع بعضينا. هندوس هنا الرقم الخاص بينا. آآ علشان تبقوا عارفين كل حاجة. هو رقم ده برضو انا بستخدمه ولكن انا هياخد آآ من البداية آآ كل حاجة بالفعل. آآ عشان تبقوا شايفين لحظة واحدة مع بعضينا. وهنشوف كل حاجة مع بعضينا. طبعا ده بالنسبة للرقم اللي انا هستخدمه. عندي هنا طبعا الرقم السري بتاعك. علشان تبقى شايف كل حاجة. آآ الرقم السري هو رقم الامان الخاص بيك. علشان تبقى عارف ان انت ما انفعش تشيره مع اي حد. طبعا ده هنا هتحل الكباتشة اللي هي سبع خمسة سبعة تلاتة اتنين. بعد كده هتدوس ريجستر. بعد كده هتدوس آآ المفروض ان انت كده هتعمل للحساب بتاعك. طبعا لو انت حابب تدخل بعد كده آآ بكل سهولة تقرأ الشروط. عندي دي الشروط يعتبر بتاعت الاستثمار زي ما انتم شايفين هنكبرها مع بعضينا. عندك آآ ان انت بتستثمر يوميا آآ ميت تيار اكس تاخد تلاتة في المية. آآ لو استثمارت اكتر برضو بتاخد نسبة معوية على الاستثمار ده يعتبر الشروط او القواعد الخاصة في رابط الاحالة الخاص بيك آآ ينفع تشيره مع اصدقائك ينفع تستخدمه آآ في ان انت تشارك به بعض الاصدقاء او بعض الناس آآ اللي هي آآ بتفكر في الاستثمار. طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجة بالفعل واضحة هنا. لو حابب تدخل اتقرأ باقي القواعد او باقي الحاجات الخاصة بالمشروع. طبعا المشروع زي ما انتم شايفين يعتبر لسه في البداية. فلو حابب تستثمر هتكون دي حرقيتك الشخصية. كل حاجة واضحة بالفعل على طبعا دي كانت اخر حاجات خاصة بالمشروع. طبعا هنعمل عندك بيديك تلات تلاف و تلتمية في البلانس بتاعك اللي هي. لو حابب ان انت تعمل هتكون بكل سهولة هتدوس على على بعد كده هتحتاج ان انت تدوس على تختار الحساب او بالفعل بعد كده هتروح على حسابك او على وهتعمل اداع بتاعك طبعا هيكون بعملة لازم يكون معاك بتاعك يكون موجود. مجرد ما انت بتختار هتحدد على طول هتحط بتاعك هنا بالفعل وبعد كده هيجي لك اه كل حاجة علشان تبقى شايف. في نفس الكلام هنا وليكن هاختار مسلا اه مية تيار اكس. وبعد كده هعمل وصدره وهعمل كل حاجة. المفروض ان انا هتجي لي كود على الايميل. طبعا هنتظر دي ايه لغاية لما شوف الكل اللي عملت انسحاب وتم خروج حوالي مية تيار اكس من عن طريق آآ اكس اتشينج. لو روحنا على الايميل هلاقي طبعا عندي الانسحاب تم بالفعل عندي يعتبر زي ما انتم شايفين اه اكتسعة وتسعين او مية تيار اكس. لو رجعنا البلاد فورم بتاعتنا وحابنا نعمل بحيث ان انت تشوف كل حاجة هتدوس هنا. المفروض ان هي اه هتروح على الحساب بتاعك. ولكن هنرجع مع بعضينا بحيث ان انت تشوف كل حاجة اه خاصة بالمشروع. اه زي ما انتم شايفين كل حاجة واضحة بالفعل. عندي هنا لو دخلت على ده بالنسبة للصبورت. لو ضغطت على هنا. المفروض ان ده التاج بتاعه او ده الحساب بتاعه. ده المفروض الصبورت الخاص بالمشروع. اه عندي نفس الكلام. اه برضو لو ضغطت هنا. ده يعتبر او الخاص بهم. ولكن هننتظر دقيقة بحيث ان انت تبقى شايف كل حاجة هنرجع للهوم. هيجي لي كل حاجة ده بالنسبة لقواعد بتاع الاستثمار او الحاجات الخاصة الاستثمار. برضو كل حاجة هنا ده خاص بالاستثمار بعض القواعد اللي هي بتعرفك ازاي ان انت بتستخدم نفس الكلام هنا هتلاقي اه دي اقل استثمار وينفع ان انت تستثمره. بحس ان انت تبقى شايف كل حاجة عن طبعا زي ما انتو شايفين كده ظهر عندي اه لداع على البتاع. لو انا حابب ان انا اعمل وصدره طبعا هنروح على الوصدره. هيجي لي عندي هنا الحد الادنى للسحب او لحد الاقصى حوالي تلاتة. ولكن هنروح هنا وهنختار على الادرس بتاعنا اللي هو المفروض على اي منصة او على محفظة على اي منصة انت حابب تشتغل عليها. هتختار بعد كده وهتختار عملة الطبعا زي ما انتو شايفين اه مجرد ما انا اختار هتظهر معايا اختار اه شبكة اه اشرين او المفروض ان ها يدينا الادرس اخد الادرس اه بعد كده هروح على اه المنصة هنا واحط التلاتة انا اخترت التلاتة بالفعل واحط هنا الادرس بتاعي او اضيف هنا الادرس بتاعي مجرد ما انا المفروض ان هي خرجت على طول ساكسف. اه طبعا هنتظر دي او نعمل او نرجع للصفحة بتاعتنا هتلاقيها اتخصمت من هنا بالفعل زي ما انتو شايفين انا حاليا في انتظار ان هي توصل على المنصة وعلى البلاتفورم. ولكن هنعمل بحيث ان احنا نشوف كل حاجة اه خاصة بالمشروع. اه طبعا لسه ما سمعتش في الحساب بتاعي زي ما انتم شايفين انا انتظر بضع. ده بالفعل تم الادرس اما عندي الادرس اه ده تم بنجاح الوصدره من على الموقع الخاص بيوم. اه لو بصيت هنا برضو بنحابب ان انا اعمل بحيث ان انت تشوف كل حاجة خاصة بالانسحاب. تم بالفعل انسحاب تعلقة اه لو فتحنا هنا هتلاقي اه او المشروع اعتبر لسه في البداية فلو حابب تستصمر هتكون دي حريتك الشخصية. اه ما تنساش دعنا بلايك واشتراك في القناة الاسر لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.